بسم الله والسلام والرسول الله نتمنى تكونوا كاملين باخير والاخير يوم البنات ونشارك معكم ملويات تأتيوا اكثر من رائعين مع مرين بحشول الاقتصادية بحشول مكونا اللي غن ندير ليهم باش يأتيوا في هذا اللون الحمر تأتيوا اكثر من رائعين نتمنى تجربوهم وعجبوكم ولا أعجبكم الفيديو طبعا لا تنسوا نيش من دعو الاشتراك كتاب التعليق فضلا وليس أمرا تبارتاجوا مع الأهل والأصدقاء باش تعمل فائدة كتاب التعليق فضلا وليس أمرا وكتروا ليهم اللايكات لا يجاز لكم باخير باش تاخد القناة الحق ديالها في المشاهدة قدموا اللايكات كتار قدموا الفيديو تيشوفوها عدد كبير من الناس جزاكم الله وخيرا نبقوا مع المقادر وطريقة تحضير نبدو على بركة لك كم تتشوفوا معي هنا اختيت واحد القصرية نضيف عليها واحد ربعة الكيسان البيض اللي هو الفورس كم تتشوفوا معي دراتوا هنا افات الغربال نغرب له ضروري نغرب له الدقيق ونضيف عليه واحد الكاس ديال الفينو المجموعة ربعة الكيسان ديال دقيق الابيض بعبارة كاس العنبة وزائد كاس ديال الدقيق الفينو هنا نضيف واحد المعلقة صغيرة مع مراش ديال السندة والملحات من اللحليات الخالط على حسب الضوء ديالكم وهنا نضيف واحد ربعة معلقة ديال الخميرة الكيماوية خميرة الحلويات وغنضيفها هنا مع الخاس صغيرة مع مراش ديال الخميرة ديال الخبز كيما شفتو معايا ما كترتش باش ما يتخبرش لنذك العجينة غير شوية سافيدة بغن عجينها بالمبارد ما دفيتو متش حاجة من روبيني سافيدة بغن عجين كيما تشوفوا معايا بالنسبة للعجينة بغيتوا تديروها في العجانة ديروها من عجنتها غير في القصرية كيما شفتو معايا نضيف الماء ونجمع من نسبة المبتدئات ما تضيفوش الماء في مره ونضيفو بشوية بشوية ونتم تتعجنوا حتى تجمعوا العجين ديال كاملة بعدما عجنت جمعت العجين ديال كيما تتشوفوا بغينا العجينة اللي تكون رطبة ونفس الوقت قابطة في راسها ما تكونش خفيفة باش ما تقشت لسخليكم بعدما اضلقتها شوية اضفت عليه معلقة كبيرة زيت المائدة ونجمعتها في حض البلاستيكة وخليتها على جنب بعدما نضيفت تلاجة هنا اخذت واحد جوج بصلات كبار اضرت هنا معلقة كبيرة قطعتهم ونضيف عليهم معلقة صغيرة عامرة بالنسبة للعطرية على حسب الكمية بصلات اللي اضفتو اضرت هنا معلقة صغيرة ونصب معلقة صغيرة فاقصينجبير ونصب معلقة صغيرة وهنا اضيفت السودانية معلقة صغيرة مع معلقة سودانية في الحارة على حسب الرغبة ضفت واحد معلقة صغيرة الخزبر حبوب معلقة صغيرة ثومة بودرة وضفت عليها شوية شحمة بالنسبة للشحمة على حسب الرغبة تضيفوها بلاش وبالنسبة للثومة لديكم طريقة اضيفوها وضيفوها للخالض اضفت عليها 1 جميع القادل زيت المائدة ونضيفها على نار مهيلة مرة مرة ونحركوها بعد ارتاح العجين عجنتها في الصباح سوف اضيفوها ونضيفها ونقسمها بكل طريق وإن اضيفوها ونضيفها نضيفها ونضيفها ونضيفها حتى نضيفها عجين ونضيفها ونضيفها اضفت عليها زيت المائدة ونصفها على تشكل هذا وعندي دقيق خلطت بين الفينو أو دقيق القمح الأصفر مع دقيق الأبيض سوف ينحو شوه بعد ما برداز وده بغا ندوز باش نبسطها ذيك العجين غن ندير زيت المائدة ومدن نبسط العجينة كما شروا العجينة سهلة دقيقة تتبسط حيث تخليناها ارتاحة مزيان سوف نشكلها لها تشكل هذا وحطوها اللي ساهلة دقيقة تتوجد ونفس الوقت من تتخليش لينا الحشوه تخرج من الجوانب ناخد زيت المائدة ونصرح العجين ديالي والرش دقيقة اللي مخلط بين الفينو والسبيسيال ونجمع العجين على تشكل اللي تتشوفون مضح في الفيديو ضروري ترقوا العجينة باش اديكم حد ملويات اللي مقرمشين صافيانا نستمر بهاد الكيفية كما تتشوفون حتى نسلي العجين ديالي كامل إلا بغيتوا تطيبوه طيبوه في نفس الوقت إلا ما بغيتوش تديروا في تلاجة تقطعوا عليه بالطلاستيك الغذائي وتخليوا حتى الوقت اللي تبعوا تقدموه وتطيبوه ولكنتو غير تحتفظو فيه في المجمد ما تطيبوش مزيان ضغر طيبوه من الجوانب بجوج وتحمروش مزيان حتى الوقت اللي تبعوا تقدموه وكملوه في الطيب تيجي تاوب حل يلا طيبتوه نتمنى هاد الطوية تكون مضح عليكم ان شاء الله صافيانا نتلاقوه فاشن بغيو نطيبوه بعد ما شكلت العجين ديالي كاملة دهنتها واختيته بحل بلاستيك وخليتها على جنب ده بغندوز باش نطيبوها درك المقالات سخن واختي الكاغيت ديال الزبدة دهنته وقرصة الملوية ودهنته بشوية الزيت ودركتها في المقالة بعد مسخنات على شكل هذا واخدي شوية الزيت درتموه من الفوق اذاك الزيت اللي قدرنا للتحميرات يعطيه لون دهبي ومحمر نفس الوقت نقلب الملويات كما تتخرج لحشوة وتيجوا محلولين رابينين من المقالة بانهما المنظر ديالهم تيبان انهم راب محلولين ومدلوكين مزيان ما هو منهم محلولين ومدلوكين واخدين حقهم ومدلوكين واخدين حقهم في العجينة وفي فدليك والحشوة تتبقى في قلب العجين لما تتخرج مواله كنتم نتجربوهم ويجبوكم ويجبوكم ويجبون فيديو ما تنسوش تدعموني في الشراك وإعجاب كتابة تعليق فدلا وليس أمرا والسلام عليكم ورحمة الله وصفة وحدة أخرى ان شاء الله دمتم في رعايت الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة